يا حبيبتي يا مصر حتبقى في الحفلة غدا وهي أغنية ملائمة جدا لما شفت الأطفال كرة الأطفال مصر الأطفال أطفال المجتمع حسب ما نسميهم وشفت إزاي الأمل يشع في عيونهم يعني شفت إزاي بالفن اكتذبناهم طبعا وتعاملت مع الحالة إزاي عرف أنت أول شي أنا أبغي أحيي الماسترو سليم سحاب اللي هو طبعا صاحب هذه الفكرة صاحب تبني الفكرة هذه كمان اللي هو متبني هذه الفكرة اليوم الأطفال اللي موجودين في كذا في يعني على هذا المسرح الكبير وبيغنوا ويعني طلعهم من حتى ودخلهم في حتى هذا الشي الحلو اللي رح يأثر يعني على يعني وهذا هو المفروض اللي يضاف لأي بلد فيها حضارة فيها هم دول أطفال هم المستقبل هم المستقبل لازم يكون في أساس أساسهم لازم يكون سليم اليوم لما ييجوا حتى لما يغنوا حتى اللي بمجرد أنهم يطلعوا يعملوا حاجة بيحبوها أفضل من حاجات كثيرة ممكن يعملوها ويدمروا نفسهم فبالفن شوفي إزاي التحول يحققون زواتهم الأمل يشعر في عيونهم طبعا واليوم هم كانوا بيغنوا يعني أنا كثير أثروا فيني وجودهم على المسرح وهم بيغنوا بتحس أنهم بيقولوا إحنا عايزين نعيش عايزين نعيش عايزين نبقى زيكم عايزين نتخرج من المدارس عايزين نطلع على الجامعات وعايزين يكون لنا أسامي كبيرة ونشوفهم مش بس في المزيكة حتى نشوف واحد منهم دكتور ولا نشوف واحد منهم عالم ولا نشوف واحد منهم سفير ولا وزير ولا رئيس ان بداخلهم مواهب نستطيع ان احنا نفرزها ونبلورها انا شفت مشهد يا سيد اشرف حاول تجايزه لنا كده كنت حريصة على انك بعد ما خلصته حتى الاغاني انك تقفي على الجنب عشان تبوسي كل الاطفال وتحييهم ويترفعي روحهم المعنوي هذا حق واجب يعني علينا احنا لازم اليوم يعني كل واحد يقدر يعمل حاجة اعملوها كل واحد فيكم او كل واحد او كل واحد من المشاهدين اليوم يقدر يشوف يشوف هذي الاطفال ويقدر يعمل لهم شي اعملو لهم حتى بالابتسامة اعملو لهم بس ما نسيبهم شي كده يعني ما نسيبهم سامحني في هالكلمة ان يكونون ما عندهم حد يمسك ايديهم يطبط عليهم ضروري ضروري يعني شوف انا بعض الاحيان ويمكن دي الحاجة الحالة اللي انا اه تمسكني دايبا مثلا بعض الاحيان لما اسافر مثلا انا اليوم في مصر اه تارك اولادي اه جاي اعمل حفلة وحرجع مصر صحيح الحمدلله اولادي عند اهلي وعند في امان وكل حاجة بس يوم اللي ارجع عيالي كلهم ما يتركوني في اليوم اللي ترجعي في حتى لو اعطي يومين صفر او يوم صفر يومين بس ثلاثة ايام اه بيناموا على صدري بيحضنوني ما يتركوني ماما روحوا لعبوا لا ماما احنا ما نبغين نروح نلعب نبغين يقعد معاتش احنا وحشناتش هم يقولولي دايما احنا وحشناتش بدل ما يقولولي احنا وحشتينه يعني هم كده فه ده ده كتير بيأثر فيني فعشان كده انا دايما بقول نفسي اعمل حاجة لاطفال دول الاطفال اللي ما بلقوش امهاتهم طول عمرهم اه ما في ام ما في ابو ما في حياة سعيدة ما في طمأنينة ترصدر الام طمأنينة حب عايزين نعمل حاجة للاطفال دي اللي هم تايهين أنا شفتك بتحضنيهم كأنهم أولادك بالفعل لأنه أنا فعلا بحس كل أم أتوقع مش بس أنا كل أم بتحس بأولادها بتحس بتحس بأولاد الناس تانين بتلاقيني أنا حتى في الشارع أشوف بنت صغيرة روح لها أبوسها أحضنها عندي محبة كبيرة لا يهمني بس المهم أشوف هكذا من يومين كم يوم كنت في بارس وأنا أمشي لقيت بناوت صغار يقولوا ماما بابا أنا رحت أركض حضنتهم طلعوا بنتين سعوديات أبوهم عشان يقول لهم يلا تعالوا تعالوا فوقف عنهم هنا أنا من غير ما حس أمت بصرخ على الراجل أقول له يعني خاف الله اتق الله أنت ما عندك قال لي أنا أبوهم أنا أبوهم قلت لا دريبك أبوهم بس يعني عرفت لي أنه يعني أنا كثير عندي الشعور هذا الجياش للأطفال كثير كثير بيوجعوني الأطفال دول بيلمسوني